السلام عليكم جميعا الله أعطيكم العافية اخوان شوفوا سبحان الله كل سنة او كل احي ثاني مادة بيكون في عنا جزئية سيفي اس وثاني مرة متغلى فيها فشكل اوهيك النصيب سبحان الله بس في بشرة سعيدة انه بالفسيو لما اخذنا السيفي اس اجاب الامتحان جزء كوي السنوات فيعني علها اشارة طيب اخوان فحطوا بالكم التالي انه بهذا المحاضرة في عنا كمية كثير كويسة بل حتى ثلثي المحاضرة عبارة عن فسيو نبدأ بيال بداية اشياء خلناها سابقا نحكي تعريف السي بي اس عبارة عن سيستم مسؤول عن دوران الدم الاخي الاخي الاخ تمام بنقول نيوترينس بنقول وعمل ريموبينج للويستس حاكي فاضي تمام اهم مكونات السي بي اس بالتالي القلب والبلاد فيسلز والدم اللي بيمشي جوه البلاد فيسلز اوكي محاكي فاضي والله الان نفوت بالاشياء فيها شوية اهمية هس شو اهم وضيفة للقلب انه يضخ الدم حلوين حلوين يضخ الدم الى جميع عضاء الجسم حلوين مية بالمية الآن حتى يقدر القلب يقوم بتنظيم هذه العملية فهو بلزم الشغلتين رئيسيات اول شغله انه يقدر ينقبض والانقبض يحتاج الى عضلات حلوين حلوين كثير طيب الشغل الثاني اللي يحتاج الى القلب يحتاج الى رجلات السيستم او جهاز تنظيمي تمام الان هذا جهاز تنظيمي يا جماعة الخير وظيفة او يقسم الى اكثر من قسم عندي تنظيم داخلي وعندي تنظيم خارجي تنظيم داخلي وتنظيم خارجي تمام يا جماعة اخير مية ومية الآن تنظيم داخلي وتنظيم خارجي الآن بالنسبة للتنظيم الداخلي الانتانر الريجوليترز فانا في عندي مختصر من اسمه يا جماعة تنظيم داخلي وخارج إذن إشي من جوه الانتاني سيكون من جوه القلب أجزاء موجودة داخل القلب بتقوم بتنظيم وظائف القلب وفي هذه الحالة أول إشي ممكن يخطر على بالك هو الاس اي نود الاس اي نود اللي زيقنا قد ما حكنا عنها سابقا تمام واتفقنا دائما أن هي البيس ميكر تبعت القلب هي ضابطة الإيقاع في القلب وبدون أنها شك شو وظيفتها أنها تقوم بصناعة الأكشن بوتنشلز بالقلب ومنعرف الأكشن بوتنشلز تحول إلى سيجنلز والسيجنلز بالأخير بتعمل كونتراكشن بعضلات القلب تمام يا جماعة الخير الآن بعد ما يصير في عندي أنا الأكشن بوتنشل بالاس اي نود تنتقل عن طريق كاسكيد معين احنا نحكي عنا كمان شوي واخدنا سابقا بالفيزيولوجي عشان تروح إلى الأي في نود اللي بتعمل ديلاي أندري شو وظيفتها باختصار أنها تأخر وصول الأكشن بوتنشل من الآتريوم من الأذين إلى الفنتريكل إلى البطين وبيساعد بشكله بآخر أنه الآتريوم ينقبض لحال والفنتريكل تنقبض لحال واللي فعليا مسؤول عن هذا الموضوع بشكل أكبر هو النار فايبر والجاب جونكشنز شو وظيفتهم هذول الأكبر زي ما حكينا أنهم يساعدوا بعملية اللي هي عملية التزامن تمام أنه يخلي باختصار الآتريوم الأذين ينقبض مع بعض بعدها ينقبض البطين هلوين هلوين كثير طبعا النار فايبرز يعني الياف عصبية الياف عصبية وشو وظيفتها تنقل الإشارات تمام وكيف تنتقل الإشارة بتبلش بالأسينوت تتحرك بالآتريوم بعدها بتروح للأي في نوت اللي حتنقل إياها إلى الفنتريكلز وبتكمل حياتها تمام النار فايبرز جماعة خير مسؤولين بشكل رئيسي عن التحكم بالهارت ريت التحكم بمعدل نبضات القلب حلوين حلوين كثير طيب بينما الـ اي في نوت فهي مسؤولة بشكل رئيسي عن التحكم ما يسمى بالكوندكشن فيلاصتي تمام أو سرعة انتقال التيار هنحكي عنها بشكل مستفيد أكثر إن شاء الله أثناء المحاضر خلصت من الانسان الريقليترز الآن نروح للأكسترنل ومن اسمها اكسترنل معناها جاي من بر القلب تمام طيب هسا ما جاي من بر القلب يعني أشياء تكون متصلة بشكل وبآخر بالقلب لو صفنا وحكينا شو هي أهم الأشياء المتصلة بالقلب أنا بحكي لك حزيزي واحد اللي بيطلع الدم من القلب بين قوسين من اللي هم الشرين اثنين اللي بيرجع الدم من القلب بين قوسين من اللي هم الأوردة هلوين هلوين كثير بس هذول مش بس هذول لا طبعا أنا في عندي الجهاز العصبي اللي بيغذي بالقلب فهذول الثلاث نقدر نعتبره هم أهم ال-external regulators مين؟ مرة ثانية ال-Veans اللي بيرجع الدم من القلب ووظيفتهم انه بيشتغلوا بعالم preload هسأ نحكي عنه ال-Arteries اللي بتشتغل في ال-afterload وختاما الجهاز العصبي وتحديدا ال-A-N-S الجهاز العصبي اللا إرادي تمام؟ تمام انبلش بال-Veans ودور الأوردة في ال-regulation للقلب شوف علي باختصار شديد ال-Veans رح يرجع الدم للقلب تمام؟ تمام؟ يعني قدم ال-Veans رح يكون فيهم دم وقدم ال-Veans رح يرجع دم للقلب القلب رح يكون قادر يشتغل يعني مثلا ال-Veans رجع للقلب مثلا نص لتر هتكون الكاباسي تبعت الشغل level معين X مثلا طب لما يرجعني مثلا لتر هتكون 2X لما يرجع لي 2 لتر هتكون 4X وهكذا فال-preload أو ال-Veans هو جزء ومسؤول بشكل غير عادي عن تنظيم عمل القلب تمام؟ 100% الآن ال-Veans باختصار بده يعبيه للقلب الدم هيبلش منه يفوت على ال-Rite Atrium من ال-Rite Atrium ينزلي على ال-Rite Ventricle بعدها يعمل لي Pulmonary Circulation أوكي؟ أوكي زي ما تفقنا ال-Veans يزوري عن ال-Veans تمام؟ يعني كم كمية الدم اللي هترجع للقلب و-Clinic اللي احنا ما بنحكي Veans للا نحكي ال-Preload ال-Preload اللي عملتي التحميل مية من مية الآن بمجرد ما زاد ال-Preload وهذا الشيء منطقي بمجرد أنت يا عزيزي ما مثلا حطيت بالكولر مي أكثر فالكولر رح يقدر يضخي لك مي بشكل أكبر تمام؟ نفس الشيء بالنسبة للقلب دخلت له دم أكثر رح يقدر أنه ينقبض بشكل أكبر ويدفع دم بشكل أكبر تمام؟ مية من مية طيب فيه شغل كثير مهم اللي يحطبها لك الآن دي سألك سؤال منطقي يا عزيزي فرضا لو إنسان مثلا إنسان بضع الطبيعي حتى تعتقد أنه حيكون والله كمية الدم عنده طبيعي تقريبا هتكون خمسة جميل؟ جميل جدا طيب لو إنسان فرضا عنده نزيف أو عنده مرض مزمن بأدي له نزيف أو صار معاه حادث وأدي له نزيف هل رح يكون عنده كمية الدم بجسمه زي كمية الدم بين إنسان الطبيعي لا قطعا طيب بهذه الحالة هل الدم اللي رح يطلع من القلب وحيرجع له هتكون زي الإنسان الطبيعي برضو لا بالتالي حنعرفنا هذه الحالة إنه الفينس رتين بحالة الإنسان اللي خلص تران دم قطعا من جزي الإنسان الطبيعي بالتالي بنعرف يا جماعة الخير إنه الفينس رتين متصل له نفسه بشكل مباشر بالبلد فوليوم إذا الفينة ستين طبيعي إذن البلد فوليوم طبيعي إذنه مش طبيعي يعرف أن البلد فوليوم فيه مشاكل تمام يا جماعة هذا ما يخص البينز ننتقل الآن إلى الافتر لود الافتر لود يخص مين الارتريس تمام بس شوفوا عليه البريلود التحميل يعني قد يبدأ رجع دم للقلب الافتر لود شو يكون الافتر لود يكون اختصار إش هي القوة اللي بيحتاجها القلب حتى يضخ الدم بشكل طبيعي تمام تمام طيب مين اللي ممكن يكون عائق للقلب من أنه يضخ الدم باختصار شديد الشرايين اللي راح يمشي فيها تمام إذا كان الشريان مريلاكس الدايام يتتبعه متوسع بالحجم الطبيعي بمر الدم بسهول راح تكون المقاومة الموجودة بهذا الشريان طفيفة بالتالي خاص تمشيها ويمشي القلب بالشكل الطبيعي تمام تمام وإذا العكس بالعكس هيصير حلوين حلوين سواء لو عرفنا بالأفترلود حلو نحكي نها الفورس أغينست ويتش تفينتريكال كنتراك توجكت بلد يوريك سستون سستون هي عملية الإنقباض جوان تخيل تابعة القلب عشان يجدو يضخ الدم فباختصار شديد الشي الأفترلود هي القوة اللي ضدها لازم القلب أن يضخ كمية معينة من الدم تمام تمام طيب مين اللي بحدد لها بشكل رئيسي ضغط الدم الموجود بالأواعي الدموية تحديدا الشرايين وتحديدا أكبر شريان بالجسم اللي هو الأيورتر تمام فال أرتيري البرشور تحديدا مين أرتيري البرشور اللي نحكي له ماب تمام هو اللي رايح حدد لي الأفترلود بشكل رئيسي تمام يا جماعة الخير مليون طيب فال مين أرتيري البرشور تبعا الأيورتر فعليين يتأثر بما يسمى بالتوتال بريفرال رزستنس وهذه منهم تيجي هسن شوفوا علي بالنسبة للأرتيريز الآن بشكل رئيسي يا جماعة الخير أهم ما يقوم بتنظيم المين أرتيري البرشور مين هو حكينا البرفرال رزستنس تمام لو سألنا شو مصدر بشكل رئيسي هي عبارة عن مجموعة رزستنس تبعة الأوعية الدموية أو الشرايين راح مشي فيها الدم تمام ويعبر عنها يا جماعة بما يسمى بالبرفرال فاسكولر رزستنس تمام مية من مية وهو زي ما حكينا المين فاكتر الذي يقوم بتنظيم البلد برشور بجسم الإنسان فمرة ثانية شو البي في آر شو البرفرال فاسكولر رزستنس بشكل تفصيلي أكثر باختصار مجموعة الريزستنس تبعة الأوعية الدموية اللي بمشي فيها الدم تحذيرنا الشرايين طيب خلينا نكون أكثر دقة فعلينا لو نيجي نصفا بوعاء الدم وينارف فالريزستنس تبعت من ناحة يجي أول شي هيخطور بلك شو هيخطور عبالك الديامة ترتبعه فقطعا كل مكان الديامة ترتبعه أقل كل مكان القطوة ترتبعه أقل رح يكون الريزستنس أعلى تمام وبنفس الوقت كل مكان الديامة ترتبعه أقل رح يكون البلد برشور أعلى بالتالي أيضا الريزستنس أعلى تمام فنحط هذه الأمور بقنا إخوانا هذه الأمور مش بحاجة البصمجة فعليا قد نهي بحاجة أنك تكون مستوي نحن نحكي يعني الأشياء دا البصمجة هي واضحة يعني مثلا إيش اللي بدك تبصمه أنه والله المين فاكتور اللي بيأثر ب الريجليشن بلد برشور هو البي في آر مثلا الشغلة ثانية اكترافة كثير مهمة كمان أنه أكثر من يؤثر بالبي في آر بحد ذاتها يمين هي الارتريولز حلوين يا جماعة جميل الآن إحنا ليش نقدم هاي المقدمات الفيسيولوجية كلها عشان نحكي عن أهداف فارمكولوجية تمام تمام هسا بشكل عام لسموث مصر جماعة أخير زي ما أخذتوا بلينا سأعليهم رسبتها كثير وهم لهو الألف ون تمام تمام وأنا عندي رسبتها ثانية جدا وهم لهو البيتة الآن الألف ون إذا يجيت فعلته يا عزيزي طبعا هذول اثنين أدري نرجك أدري نرجك أدري نرجك سو هذول اثنين يا جماعة الخير بتفعلوا بال سمباتيك نافل سيستم حلوين الألف ون يا جماعة الخير عملتله أو فعلته مثلا حيزيد الكالسيوم كونسنتريشن وداية من أبدا يا جماعة الخير بس كان يجي على باننا أو نحكي كلمة كالسيوم مشكلة يخترع باننا بيخترع بانا كونتراكشن تبعات المسلس فبس أنا أجي أفعل الألفا ون أجنس تمام ويزيد الكالسيوم كونسنتريشن معناها شو بدي أسوي بدي أسوي كونتراكشن للسموث مسلس المحيطة بالأوعي الدموية طبعا إذا عملت كونتراكشن لهذه السموث مسلس برأيكم الفسل حيصل له كونتراكشن ولا دايليشن لا قطعا حيصل له كونتراكشن تمام فلم يصل للوعاء كونتراكشن معناها الديامتر الزغير بما أنه الديامتر الزغير الافتر لود بيدون أدنى شك بده يزيد يعني بين قوسين القوة اللي لازم يبذرها القلب حتى يقدر يطلع الدم منه بشكل طبيعي بده تزيد طيب وفي حال صار العكس في حال هنا فعلنا البيتا تو تمام شو بصير عندك يا عزيز سلامتك حيقل في عندي كالسيوم كونتراكشن بالسموث مسل تمام مما يؤدي إلى نقصان الكونتراكشن بالتالي وآخيرا وليس آخرا بيقل الافتر لود ليه أنه الجهد اللي بلزم من القلب حتى أن يقوم بضخ الدم بالكمية الكافية صار أقال حلوين حالة كثيرة الأهل يا جماعة الخير في عندي أنا حالات معينة أنا بحاجة أني أعالج هذا الموضوع أعالج والله فكرة زيادة الافتر لود تمام تمام مين بهاجم أو على مين بركز على البيتة تو ولا على الالف ون لا عمي أنا بركز على الالف ون طيب ليش بركز على الالف ون باختصار حكي لك يا هون تمام والمين فارماكولوجيكال تارجت بأثر على الكالسيوم تشنل والكالسيوم تشنل اللي هي شو زي ما حكينا المسؤولة عن الكونتراكشن تمام حطوه لها الشغل ببالك إذن مين اللي إحنا نستهدف بشكل رئيسي الالف ون نقدر نستهدف اثنين والله في بعض الحالات تقدر ولكن انت بشكل رئيسي مين لك تستهدف بتستهدف الالف ون تمام طب هل هذا هو الهدفك الوحيد لا طبعا أنا يا جماعة الخير عند الكالسيوم تشنل الموجود بالعضلات هذه بقدر ببعض الأوقات إني أستهدفها تمام ولكن 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 إذا كانت ننص الأكتب ممكن مش بس تأثر على وعيدة مويلة ممكن تروح على القلب وتأثر على القلب بحد ذاته وإذا أثرت على القلب بحد ذاته شو ممكن يصي يا عزيزي سلامتك قلبك ما رح ينقبض لا سمع الله يعني فمنتج أنه كوارث تمام 100 مية من خلال كالسيوم من خلال كالسيوم من خلال البلوكرز اللي حيكون من هون رايح اختصارهم بCCP تمام هذا الشيء لما أنت تسكره حيأدي إلى شو إن البلاد فسلس حيصير في الراكسيشن لأنه ما في عندي انقباض العضلات بالتالي الافتر لويد حيقل بالتالي هارت تمام تمام الآن في حال زي ما حكينا صار في عندي استعمال للنسيلكتف كالسيوم من خلال البلوكرز هذا الشيء رح أثر على الشغلتين على الPVR اللي احنا أصلا بشكل رئيسي قد نركز فيها وعلى الهارت تمام بتقللهم الاثنين لأنه قللت بشكل عام طبعا في عنا أشكال كثير من CCP بعضهم سيلكتف بعضهم من سيلكتف بسبب وجود السيلكتف اللي بيقدر يستهدف لي العضلات دون القلب احنا مقدر نستعمل السي سي بي ولا لو أنه إخوان فيش غير السي سي بي عام فأنت هتكون بشكل أشكال الانتحار أنك تروح تستعمل فقط سي سي بي ونسيلكتف ليه إنه كل اختصار القلب ما رح ينقبض القلب ما رح يشتغل شغله والله يعطيك العافية الله يرحمكم ويرحمنا جمعين عادي ويرحمة الجزاعة مع العام فهوان عندي أنا ثنتين كنكلوجيز كثير مهمات في جماعة أخيار شكوين هذو لنقاء الدوائر البيضي اللي زي هيك صراحة تعلمت نحطهم بالغلط بس شكلهم أعجبني الأمانة وهيك صوت أعمل منهم كنكلوجيز يعني خاص زي خلاصات نطلع منها ويعني ممكن يجعلها السي بي سبيل أول خلاصة من كل اللي حكينا غاية اللحظة إنه البريفرال رزيستنس أو اللي هو نفسه الافتر لوت إذا زاد شو بده يصير بالهارد كنتراكت اللي بده تزيد ليش؟ عشان يقدر يضخ دم بنفس الكمية اللي بيحتاج الجسم تمام تمام ولما يجي البريلود اللي هي الفينس ريتان تزيد يعني لما يجي الدم اللي بوجه على القلب يزيد القلب بيحتاج إنه يعمل كنتراكشن أكثر ليش؟ عشان كمية دم الكبيرة اللي دخلت عليه بيقدر طلحها تمام تمام الآن آخر اكستانل ريجوريتر اتفقنا عليه هو الانس هو الجهاز العصبي والسيم جهاز العصبي اللا إرادي تمام تمام والجهاز العصبي اللا إرادي لو نرجع للفسي هنتذكر إنه كان بمسك أو بيغذي أكثر من الجزء من أهمها الاس اي نود والاي في نود والكنداكتينج سيستم تمام تمام بهذا الحال يا جماعة الخير الانس رح يأثر على الهارد تريت وحيأثر على الكنتراكتليتي حسنا هنوخذ هذا الموضوع بشكل تبصيح الأكثر تمام تمام الآن لو نرجع راجع سريعا ونشوف شو الأشياء اللي كان يأثر فعليا عليها الانترنال تريترين وانالإكس tenían autant رح نلاحظ إن الإنترنال تريترز كان تأثر على الهارد تريت تمام وشفناها بتأثر على السينكرونيزيشن بينما الأكستيرنال أثرت على الهارد تريت وعى السينكرونيزيشن وأيضا أثرت على المسل وهذا الشيء شفناه بشكل جلي في عالم الانس تمام يا جماعة الخير طيب يا جماعة الآن واحد من أهم الأمور للتعلق بالقلب وكل ما يجي نحكي المتقلب تخطر عبارنا هو ضغط الدم عشان تكونوا بالصورة من أهم الأمور للقلب يحاول يحافظ عليه أنه يحافظ على ضغط الدم بليفل معين وضمن رينج معين وتحديدا يحافظ على ماب ضمن رينج معين تمام الآن اللي بيساعدني أن يحافظ على هذا الرينج المعين يا إخوان شغلتين رئيسيات وحكينا عنهم كثير الـ Pre-load ولا After-load فلذلك لازم نشكل علاقة بين الـ Pre-load والـ After-load حتى نشوف إذن القلب قاعد بيقوم بوظائفه بشكل طبيعي ولا مش بشكل طبيعي هذه علاقة تم تكوينها على شكل شيء منسميه الـ Work-load فما هو الـ Work-load باختصار شديد هو عبارة عن المحدد اللي من خياله بعرف إذا القلب تبعي قاعد بيشتغل صح ولا لا تمام تمام طيب أعطيني معادلة رياضية أنا بقول لك الـ Work-load بيكون الاختصار عبارة عن الـ Pre-load مضافة إليه الـ After-load طيب هل هم هذون أصلا الشغلتين اللي هم خلينا نحكي وحدات رياضية معينة حيث أنه نقدر جمعهم بهاي الطريقة هل أنا بقدر أجمع مثلا برتقالب تفاحة لقينا صياغة كيميائية أصياغة كيميائية لقينا صياغة رياضية توصلني للهدف تبعي شو الهدف تبعي أنا أخبر شو الهدف تبعي مرة ثانية الـ Work-load عبارة عن محدد إذا القلب يقوم بعمله بشكل صحيح ولا لا القلب شو أهم وضيف إليه إنه يحافظ لي على ضغط الدم ضمن لفل معين بالتالي أنا بستنتج بإنه الـ Work-load هو نفسه الـ Blood pressure الطبيعي تمام تمام وسابق الأيام بفيزياء الكهرباء تحديدا خدنا قانونه اسمه قانون Ohm تمام تمام وآن ننتقل بدنا ما أكون نحكي عنه بالعرب نحكي عنه بالإنجليش كان نحكي وقت أنه الـ Pressure ساوي الـ Flow التيار مضروب بالResistance بالمقاومة هل أنا عندي هذا الشيء بالقلب أي نعم أنا في عندي الـ Flow هو نفسه الـ Cardiac Output هو نفسه كمية الدم اللي بتطلع من القلب والـ Cardiac Output كمية الدم اللي بتطلع من القلب تتناسب بشكل طردي مع مين مع الـ Preload مع كمية الدم اللي بتطلع القلب فالقلب إذا ضخ واحد لتر معناها دخل عليه أساسا واحد لتر القلب إذا ضخ اثنين لتر معناها دخل عليه أساسا كم نين لتر وهكذا مضروب بمين مضروب بالResistance ومن هي الResistance يا جماعة الخير الـ PVR اللي هي نفس الـ Afterload فوصلنا للإستنتاج بأنه الـ Blood Pressure تمام اللي هو الهدف الرئيسي للقلب اللي هو يحافظ عليه اللي هو برضه سويناه بالـ Workload اللي هو المحدد إذا قلبي بيشتغل صح أو ده لا ضربناه بالـ Cardiac Output بالـ PVR سويناه بالـ Cardiac Output مضروب بالـ PVR يعني صنعنا صيغة من خلالها بقدر أجمع بين الـ Afterload الـ Preload والـ Workload تمام أنا حطولي باكم هذه معادلة وأي معادلة بدني دامن تبحث عن الاتزان ما بين طرفي المعادلة حلوين حلوين كثيرا الآن يا جماعة الخير بهذه الحالة بيتحط حط بالك تالي إذا الـ Blood Pressure زاد معناها أنا في عندي يا الـ Preload يا الـ Afterload زاد تمام 100% طيب هل زيادة الضغط شي طبيعي لا طبعا بالتالي إذا فرضا الـ Blood Pressure زاد بسبب زيادة الـ Preload أنا بروح منزل الـ Afterload حتى أعمل زي عملية تعويض وعملية ترتيب للأمور تمام يا جماعة حلوين كثيرا هاي شغلة شغلة ثانية حطوهي بباركم التالي الآن شو الـ Workload عبارة عن محدد من خلاله بعرفة ذن القلب يقوم بوضعه بشكل صحيح يقوم بضخة دم ضمن Blood Pressure مناسب حلوين هل من كثيرا الآن في عندي مصطلح آخر وهو Heart Load Heart Load بالوضع الطبيعي Heart Load بيكون زيه زي الـ Workload تمام الـ Workload المحدد تبع شغلة القلب يكون نفسه الجهد المبذوب من القلب تمام ولكن عند نقاط معينة يا جماعة الخير بصير Heart Load الجهد المطلوب من القلب أكبر من الـ Workload تمام بصير Why? باختصار شديد الإنسان خسرت تلاقي دم تمام لما خسرت دم بطل قلبه ويقدر يبذل المجهود اللي يغطي احتياجات جسمه تمام فصالنا في عندي نقطة معينة بدي يزيد القلب فيها شغله وأذكر حكناها مرة بفسيو بأول محاضرة أصلا بالمادة تمام تمام بهذا الحال بصير القلب يحاول بشكل بآخر أنه يعوض مثلا فقدان الدم اللي صار يعوض الاختلاف بين الـ Workload اللي صار عندي تمام أولها بقدر يعوض بشكل خفيف ولكن إذا استمرت خسات الدم ممكن يأدي إلى الـ Heart Failure تمام تفصيل الفيسيولوجيا مش كثير مهمة بمحاضرتنا الآن في هذه الحالات اللي بصير في عندي اختلال تمام أنا بدي أرجع الـ Workload الوضع الطبيعي بدي أرجع بلاد بشل الوضع الطبيعي تمام كيف ممكن أرجعه الوضع الطبيعي وبيدي أفترض فرض جدا اللي أنه نزل كيف بدي أزيده بزيده بطريقة من طريقتين يا إما بزيد الـ Cardiac Output بين قوسان الـ Preload يا إما بزيد الـ Peripheral Vascular Resistance بزيد الـ Afterload تمام طيب كيف بدي أزيد الـ Preload بزيد الـ Preload يا جماعة الخير باختصار كيف بدي أزيد يعني من قوسان الـ Venus كيف بدي أزيد الدم اللي راجع باتجاه القلب سلامتكم واحد المسل تحديدا من أوضح أكثر بوضح أكثر اخوان لما واحد يجي غيب أو بلاش يجي غيب بلاش واحدة من أهم الطرق اللي ممكن خالي ترجع عند دم للقلب تبع الإنسان نيي من سنة ظهره ترفع الجلال تمام تمام ليه سلامتكم في هذا الحال الدم راح يصير رجع بتجاه القلب الـ Venus راح يزيد بالتالي ضغط الدم راح يزيد تمام تعم هاي تسيمر شغلة ثانية ممكن أنك تقلل عفونا تغير ممكن أنك تزيدها تزيد الطواعية تبع الـ Venus يعني تخلي الـ Venus يطابعك أكثر لما تيجي بدك تزيد الـ ديامتر أو تقلله يطابعك أكثر بحيث أنك توصل لـ المناسب عندك أيضا الـ إنك أنت تحافظ على الدم بجسمك بيتسايا يزيد حجم الدم لما يزيد حجم الدم بيزيد ضغط الدم فبيزيد الـ Afterload أو الـ Reduction حسب الحاجة حسب أن تشوف فعليا جسمك بحاجة تمام تمام وإيثم هذا الموضوع عن طريق عدة طرق أو عدة تمام ميومين هاي أول طريقة أنك تشتغل على الـ Preload طيب الطريقة الثانية طرف الثاني من المعادل أني أشتغل الـ Afterload تمام من الـ PVR تمام ميومين الـ PVR متعلق من حكينا الـ Resistance و الـ Resistance مين بتحكمل فيها بتحكمل فيها بشكل رئيسي زيادة بالـ Muscle Contraction معناها في عندي زيادة بالـ Resistance معناها عندي زيادة بالـ PVR و زيادة بالـ و زيادة بالـ PVR وينتج عن هذا زيادة بالـ PVR يا جماعة أخي عودة الدم أكثر للقلب فالقلب زيد تمام تمام والعكس صحيح إذا صار في عندك Relaxation للعضلات فعند الـ PVR رح يتقل عنده وهذا حكينا عنه واتفق عنه تمام تمام الآن كيف ننعرج هذا الموضوع إذا مثلا صار بشكل مرضي بيقولك بعض الحالات increase in the PVR زي مثلا بالـ Hypertension يؤدي إلى زيادة بلد برشور وهذا شيء منطقي إذا زادت الـ Resistance داخل الأوعية طبيعيا جدا رح يكون البلد برشور أعلى طيب مين حكينا المسؤول عن زيادة الـ Resistance Muscle Contraction ومين الـ Receptor المسؤول عن المسcle Contraction اللي بيزيد للكالسيوم Concentration الـ Alpha 1 تمام 100% فأنا بهذا الحال شو بيخترع بالي بيخترع بالي بيقولك والله عم يسهل أنا بروح الـ Alpha 1 وبأجيب وكفه تمام هذا وش حيخطرع بالك وهذا كلام جدا منطقي تمام بس شوف على شو حصير إنت حتروح الـ Alpha 1 رح تثبت لي فجأة رح ينزل ضغط الدم جسمك حيستغل بحيقول إيه ليش نزل ضغط الدم عندي بيروح الجسم بيشغلني القلب بزيد الـ Heart trait عندي عشان إيش يعوض الانزول اللي صار بضغط الدم وبدير جاء يرفع فبهذا الحالة ما رح توفي معك والله إنك تكتفي بإنك تعمل لـ Alpha 1 Antagonist أو بتجيب Alpha 1 ما بتوفي معك بدروح بإذنك تجيب Beta 1 Blocker ليش عشان الـ Heart trait عندي ما يرتفع وصرفي عندي مشاكل جديدة تمام الآن هذه كانت الثيورة المعتقدة أنها صح اللي على أساسها تم علاج يعني أمراض الـ Hyper-Tension ولكن فعليا مشاكل جديد بصير الفكرة باختصار أنا في عندي ميكانيزم باثولوجي معينة بعالم الـ Hyper-Tension هي اللي تحكمت بإنه إحنا نوصل لهذه الفاميلا اللي هي استعمال Alpha 1 وال Beta 1 Blockers حتى نقدر نعالج من خلال الـ Hyper-Tension تمام فالموضوع فعليا مش متعلق بهذا الثيوري فهذا الثيوري فعليا تعتبر ملغية أو منفية أو مش حقيقية تمام ولكن تبين أنه بسبب زي ما حكيت للكو الباثوجينيز تبع الـ Hyper-Tension بالإضافة إلى الـ Clinical Studies في عندي أنا Clinical Studies تم إجراها من قبل الأطبة والله يزبط الـ Clinical Studies محهم والله الإنسان طاب من الـ Hyper-Tension خلص منظرنا نستعمل هذا الدواء تمام يا جماعة الخير ميومي فلننوصل بالاختصار إلى أنه نستعمل الـ Alpha 1 Blocker وال Beta 1 Blocker بهذه الحالات واحدة برضو من أهم الميكانيزم اللي يخلها الجسم يقوم بالمحافظة على دغط الدم وما يسمى بالـ Bar-Reflex أو Bar-Reflex عقوا اللي يتتم عن طريق الـ Bar-Receptors والله حكاية عنهم زمان بالفيزيولوجيا تمام تمام الـ Bar-Receptors عبارة عن Mechano-Receptors عبارة عن مستقبلات تستجيب للاختلافات الميكانيكية أو للمؤثرات الميكانيكية موجودة بالـ Carotid Sinus والأيورتك آرش باختصار أجزاء من أوعي الدموية تمام وضيفة الرئيسية يحس إذنه في عندي عبارة عن Fast Response عبارة عن استجابة سريعة لأي تغيير بصير بضغط الدم طيب كيف بتصير هذه العملية باختصار السحسب إذنه زاد ضغط الدم ولا أقل إذا زاد ضغط الدم معناها أنا بدي أعمل العكس بدي أقلل الضغط تمام كيف أقلل الضغط صلاح ما تكون الـ Bar-Receptors بتحفز الـ Parasympathic أنا حكي صراح حكي هذا اليوم سريعا بدون ما قرأ الـ Bar-Receptors راح تحفز الـ Parasympathic Nervous System الـ Parasympathic Nervous System لما يتحفز حيعمل لي Vasodilation لما عمل لي Vasodilation بيقلل ضغط الدم تمام هذه بالحالة الأولى طيب الحالة الثانية والله الإنسان صار في عنده نزول بضغط الدم النزول ضغط الدم كيف يتم معالجته يا جماعة الخير نظام كثير نحنا تحكينا عنه نظام رنين أنجوتنسن ألدستيرون تمام هذا النظام يقوم بشكل مركب بالتعاون مع الـ Paral Receptors بصير عندي أنا شو بعد سلسلة التحولات بنتوج عندي الأنجوتنسن 2 which is a very potent vasoconstructor تمام يقوم بعملية تضييق الشرايون الأوعية الدموية بشكل عام هذا التضييق ينتوج عنه ارتفاع بالـ Blood Pressure طيب هل يكتفي الأنجوتنسن بالعمل لوحده لا طمام بيحب يكون معه شريك من الشريك اللي بيحب أن يكون معه بيحب يكون معه Sympathic Nervous System وحنا بنعرف أنه Sympathic Nervous System بيشكله بآخر يؤدي إلى الـ Vasoconstruction ومش بسيك برضه بيحفز الأدرينا المدولة الأدرينا المدولة الوضل الكضرية ليه؟ عشان أنها تفرز للنور إبنفرين تفرز للنور إبنفرين وهو واحد أيضا من الـ potent vasoconstructors هذه الأمور الكلياتي بتساعدني بأنها ترفع ضغط الدم ترفع ضغط الدم ترفع الـ Heart Rate إلى آخر تمام يا جماعة الخير؟ بس أمور جدا 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 سهلة وجدا بسيطة طيب طيب يا جماعة الآن نروح إلى مصطلحات برضو مرتا في السيولوجي وأصلاً يباراً جزيات في السيولوجي اللي هي الـ Homestasis الاتزان الداخل للجسم والـ Balance باختصار شو الاتزان الداخل للجسم؟ إباراً كل الإجراءات اللي بيقوم بها جسم الإنسان حتى يحافظ على الوظائف الحيوية بشكل الطبيعي تمام؟ هذا كتعريف عام منطقي الـ Balance اللي هو الاتزان أو التوازن باختصار شديد جماعة الخير أنا في عندي خلينا أعطيكم بالعامية ومن الآخر بس أنا أجيح أحكي لك باختصار شديد أنا في عندي مجموعة مؤثرات ممكن كل واحد فيهم يكون بيشتغل بجهة ولكن لهدف واحد يعني أتبرل إياهم بشركة تمام؟ كل واحد موجود بقسم معين حلوين؟ والخلاصة إنه كل ياتهم بدميصة إلى تارغت معين حلوين؟ بالنسبة للـ Balance فالـ Balance يا جماعة الخير بتلاقي في عندك مثلا شخصين بيشتغل على نفس الإشي تمام؟ أو على مثلا هنحكي عن على على خلن نحكي زي معين أو شغلة معين أو جهاز معين بغض النظر تمام؟ واحد بده يزيد هذا الشغل تبع هذا الجهاز واحد بده يقلله تمام؟ فهم بيكونوا بيشتغلوا الاثنين على نفس الشي ولكن كل واحد بيشتغل باتجاه مختلف يعني واحد بيكون دي يزيد شيء معين والآخر بيكون دي يقلله هاي فكرة من الـ Balance زي عالم السيسو باختصار تلاقي واحد ينزل واحد يطلع واحد ينزل ويطلع بس هاي كل فكرة تحطوا بالك برضو إنه الـ Balance هي واحدة من الميكانيزم اللي موجود بالـ Homesthetist تمام؟ فأي Balance بالدنيا هو عبارة عن جزء من الـ Homesthetist والعكس غير صحيح تمام؟ تمام الآن شو الفكرة عن هذا الموضوع كامل؟ الفكرة منه يا جماعة الخير إنه أنا بدي أحكي لكم عن كيف يقوم الـ ANS اللي هو أحد الـ External Regulators , تمام؟ بالمساهمة بالـ Homesthetist والـ Balance في عالم القلب طيب شوف علي أولا الـ ANS يا جماعة الخير بيساعدني بالمحافظة على الـ Heart Rate ومن هون رايح بدكم تنسويني كلمة Heart Rate وتتذكروا كلمة محلها اللي هي الـ Chronotropy تمام؟ من هون رايح كلمة Chronotropy تعني Heart Rate تمام؟ تمام الـ ANS بشكل من الأشكال وبجزء من الأجزاء يتحكم بشكل كثير مهم بالـ Chronotropy تمام؟ أو بالـ Heart Rate الخاص بالقلب هلوين؟ هلوين كثير طيب كيف؟ أنا بحكي لك كيف نبلش من ناحية Sympathetic Neva System شوف علي Sympathetic Neva System يقوم بتغذية الـ Beta One Receptors اللي موجودة على الـ SA Note تمام؟ تمام لما نيجي نفعل الـ Sympathetic بتيجي الـ SA Note اللي هي الـ Pace Maker الخاصة بالقلب بتقوم بمجموعة من الـ Action Potentials هذه الـ Action Potentials بترسل للـ Signal وتعمل لينقباضات وهو وإلى آخره فبتزيد للـ Heart Rate تمام؟ تمام؟ مش هي زادت للـ Heart Rate معنانا كيف كان تأثيرها على الـ Heart Rate Positive or Negative بس إحنا حكينا بدنا ننسى كلمة Heart Rate أو جملة Heart Rate أو هذا المصطلح حط محل له كرونتروبي فأي إشي بيزيد للـ Heart Rate بنسميه Positive كرونتروبي Factor Positive كرونتروبي Factor وSympathetic بهذا الحال بيغذي الـ Beta One من خلال الـ Right Vegas Nerve تمام؟ جماعة الخير 100 معناها بهذا الحال لو أنا مثلا احتجت إني أزيد الـ Heart Rate بجيب دواء هذا دواء عشان يزديد لي الـ Heart Rate تمام؟ حلو كثير طيب الآن خلنشوف العكس إيه الـ Parasympathetic الـ Parasympathetic يا جماعة الخير بيغذي لي واحد من الماسكرونك واحد من الكولي نيرجيك رسبتور ألا هو الـ M2 رسبتور تمام؟ وموجود موجود على الأتريل المصر موجود على AV نود وشوي على الـ Conductive System تبع الـ Ventricles تمام؟ شوفوا عليه فهذه الـ Parasympathetic كتأثير تأثيره مش مباشر على الـ Heart Rate بحد ذاته تمام؟ وإنما تأثيره من سميه Dromatropic طيب Dromatropic يخوان هو عبارة عن المصطلح يعبر عن الـ Conductive Velocity سأحنا نحكي عنه وحنستفيد فيه أكثر تمام؟ تمام الآن الـ Parasympathetic يا جماعة الخير نفس الإشي الدرومتropic ماذا بيحكينا متعلق بالـ Conduction Velocity بسرعة انتقال التيار داخل القلب وهذا بشكل وبآخر ترى بيأثر على مدى انقباضية القلب ومدى سرعة الـ Heart أو مدى حجم الـ Heart Rate تمام؟ بشكل غير مماشر أوكي؟ طيب طبعا شو الفكرة؟ ليش ربطنا بين الثنتين بهذا الجزئية؟ باختصار ربطنا بين الثنتين بهذا الجزئية لأنه أنا عندي الـ Vegas Nerve بجزئية اليمين واليسار هم يشتغلوا بهذا الحالة تمام؟ فالـ Parasympathic من خلال Lift Vegas Nerve يقوم بتحفيز الـ M2 ومن خلال هذا الموضوع يقوم بعملية التقليل من الـ Conduction Velocity تمام؟ طيب كيف؟ باختصار جيب لدواء بيكون M2 Agonist وأعرف من خلال هذه الحالة أنك أنت شو راح تسوي طويل العمر؟ سلامتك من خلال هذه الحالة أنت راح تقلل الـ Conduction Velocity تمام؟ 100% طيب شو الناتج من كل هذه العملية؟ شو الناتج من الوضع الفيسيولوجي في هذه العملية بشكل عام؟ يا أما سيكون في عندي الـ Rate الطبيعي إذا كان في عندي التزانة بين Sympathic والـ Parasympathetic يا أما إذا تم تحفيز Sympathic زيادة حصل في عندي Tachycardia يا أما إذا تم تحفيز Parasympathic زيادة حصل عندي Bradycardia يعني زيادة في لقات القلب يا أما نقصان بالHeart rate وصل الله اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الـ Parasympathic وزي ما نسينا إنه الـ Heart rate هي Heart rate وحولناها لـ Chronicotropy بدنا ننسى إنه Conduction velocity اسمها ونحولها لكلمة Dramatropy تمام وزيها زي Chronicotropic من أي ناحية؟ من ناحية إنه من Normal Physiology أنا في عندي فقط جزء واحد من الـ Nervous System يؤثر عليها بشكل مباشر اللي هو مين؟ اللي هو كان قبل شوي بالـ Heart rate أو بالـ Chronicotropy كان الـ Sympathic بأثر عليها بشكل مباشر الآن العكس الـ Parasympathic ورح أثر على الـ Dramatropic بشكل مباشر تمام؟ من يبدو فمن خلال هذا حيشو المستنتج إنه إذا أنا جيت زي ما حكينا هنا فعلت الـ M2 Agonist رح يكون شو تأثيره؟ حيكون تأثيره بشكل مباشر Negative Dramatropic وبشكل غير مباشر بشكل غير مباشر حيكون Negative Chronicotropic طيب كيف؟ أنا حكيت لك عزيزي إنه أنا لما أجأ أقلل سرعة انتقال التيار داخل القلب معنى أنا حقلل Heart rate لأن أنا ما رح يصرف عندي انقباض كمان مرة إلا إذا خلص انقباض الأول تمام؟ 100 مليون فـ Sympathic ومن قرال حكينا سريعا Same as Chronicotropic Factor Normal Physiology There are only Negative Dramatropic Factor اللي هي Parasympathic Activation تمام؟ ولكن في Pharmacological أنا في عندي أشياء في عندي شوية Negative Factor على Dramatropic اللي هم M2 Agonist اللي هم نفس شغل لل Parasympathic Activation وعندي Positive Dramatropic Factor اللي همين M2 Antagonist اللي بتشتغل ضد M2 اللي بتشتغل عكس ال Parasympathic Activation تمام؟ ومش بس سيك بل أنا عندي في عالم Sympathic لما أنا أجأ أفعل ال Beta 1 تمام؟ أنا بشكل غير مباشر بشكل غير مباشر لما أنا أفعل ال Beta 1 معناها أنا هنصرفي عندي Heart Rate أعلى لما هنصرفي عندي Heart Rate أعلى معناها أنا ال Conduction بشكل غير مباشر قاعدة بتزيد تمام؟ ونفس الشي بال Parasympathic يا جماعة لما أنا زي ما حكيان أفعل ال M2 بقلل CV لما أقلل CV معناها أنا ال Heart Rate رح يقلل عندي بشكل غير مباشر تمام يا جماعة الخير Medium بس لو تلاحظوا هون شفتوا كيف ال Sympathic وال Parasympathic تأثيرهم مباشر مختلف عن بعضهم البعض تمام؟ كل واحد فيهم بيشتغل بقسم من الشركة لذلك الشغل يا جماعة الخير بال Conductivity وبال Heart Rate فعليا مش شغل تحس إنه نوع 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 بال Balance إنه واحد يزيد بثاني من أنقص لا لا فعليا هو نوع 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 ال Home يستيس ولكنه مش بال Balance تمام؟ حطوه هذا الموضوع بحكم حلوين 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 كثير Conductivity and Heart Rate are directly proportional تمام؟ طبيعي جدا إنه ال Conductivity زي ما حكينا يكون مزاد سرع الانتقال للتيار Heart Rate سيكون أعلى من خلال هذا الموضوع نحن نستعب شو بإنه سيكون في التأثير غير مباشر اللي حكينا عنه المهم كل من تأخرت انتقال التيار من من ال Atrium إلى Ventricle قل وهذا كلام سيكون لها كلام بشكل سريع تمام؟ طيب ما أقول فيش القلب أي شي بعالم Balance كلهم لا أنا أظل في عندي عامل جدا مهم تمام؟ ألا هو واللي حننسى هذه الكلمة اللي هنا رايح نعوضها بكلمة بالأيونوتروبي تمام؟ بالأيونوتروبي بصر عندك التاري وزي ما اتفقني دائما تيجي لك كلمة contraction شو بخطر عبالك بخطر عبالك الكالسيوم تمام؟ فأنا عندي Sympathetic من خلال Beta 1 ريسبتور لما أجي أفعل Beta 1 بزيد عندي الكالسيوم بزيد عندي كالسيوم بزيد عندي الهات contraction بزيد عندي الهات contraction بسمي positive ايونوتروبي لأنه زال عندي الكونتراكتيريتي والعكس بالباراسيمباتيتيك أنا بيشتغل أي نامع الامتو ولكن نفس الميكانيزم أنا بدي أقلل أو عكس الميكانيزم أنا بدي أقلل الكالسيوم بالتالي بقلل الكونتراكتيريتي بالتالي من توجي عندي negative ايونوتروبي افكت تمام؟ تمام فبهذا الحالة بمنهم اثنين بيشتغلوا بشكل رئيسي على الكالسيوم واحد بزيد واحد بنقصه بنعتبر هذه العملية عملية balance والbalance يعتبر جزء من الهوميوستيس بالتالي هذول الثلاث مهم أي نعمل parasympathetic بشكل مباشر هي negative ايونوتروبي ايونوتروبي افكت تمام؟ ولكن تحط ببلاك شغلة فعليا نادر ما يتم تصنيع أدوية تمام؟ تستهدف ال-M2 عشان تقلل الكونتراكتيريتي تمام؟ حطوها معلوم برضو ببالكم هذه الكونكلوجين هون جدا جدا مهمة وعادة قد صراح هذا يجي صراح يجي عليها لو لاحظنا زيادة ال-heart rate عشان نزيد ال-heart rate ونزيد ال-contractility بمعنى آخر عشان يصوي يفي عندي تأثير positive chronotropic وpositive dromotropic انت بس عليك انك تحفز عفوا positive chronotropic وpositive ايونوتروبي انت عليك فقط تحفز ال-sympathetic nervous system تمام؟ تمام بينما اذنك انت يا عزيزي بدك تقلل ال-heart rate من يوم ما تصيب ال-contractility شو بتسوي انت سلامتك بتروح ال-parasympathetic nervous system اللي تأثيره اصلا ما يري على ال-contraction وبتروح بتحفزه تمام؟ طيب اذا بدك بس تزيد ال-contractility شو بتسوي بقولك بتحفز ال-اثنين اه طيب كيف بدي احفز ال-اثنين وينتج عن هذا التحفيز زيادة بال-contractility فاللي بصير وبيكون اختصار انا عندي فعلت ال-para هينتج عندي نقصان بسيط دايركت ولكن بسيط بال-contractility ونقصان اندايركت بال-heart rate تمام؟ تمام مئة من مئة لما اجي احفز سيمباثتك رح يصير في عندي زيادة ملحوظة بال-contractility وزيادة مباشرة بال-heart rate هذولة انتج رح يلغو بعض ولكن اللي هون احنا اتفقنا انه ال-parasympathetic التأثير تباح بال-contractility minor effect تمام؟ انه minor effect بالتالي بتقدر تعتبره تقريبا مش موجود واحنا منقدر نزيد ال-contractility لوحدها من دوم ما نزيد ال-heart rate باختصال لما يجي نشغلهم الاثنين مع بعض وهذا هو ملخص chronotropic وال-parasympathetic direct لعبارة negative dromotropic وnegative dromotropic نجو الآن على اخر ما تبقى عنها من هذه المحاضرة وهو ال-أدوية واخيرا هنحكي شوية أدوية اخيرا هنحكي شوية فارما حكينا فوق فارما بس الفارما يعني فيها شوية أدوية شوف ال-cardiovascular diseases الأمراض اللي بتصيب القلب نوعيا يا ما بتصيب القلب بحد ذاته اللي هم heart diseases يا ما بتصيب الأوعية الدموية تمام اللي بنسميها عبارة جزء من ال-acheles هتوخذون ان شاء الله الفصل القادم ما علم الآن أهم الأمراض جماعة خيرا نحكي عنهم ال-hypertension ضفة الدم ischemic heart disease ال-heart failure فشل القلب وال-arimies تمام الرجفان الآن إحنا جماعة خيرا مش بس هدف أنه نعمل pharmacological therapy مش بس بدي أنا أعالجهم بالأدوية بل أنا بدي أعالج ال-life style تبعهم كامل أصلاً كثير من الأمراض القلب سببها العادات الصحية أو العادات غير الصحية للبشر زي قلة الرياضة زي كثرة الأكل المليان دهون وهو إلى آخر تمام فأنت بتيجي تعمل patient management تعمل patient management يعني أنت بتعمل تغيير بال-life style كامل تبع هذا ال-patient حلوين حلوين نبدأ نعم بال-heart failure فشل القلب فشل القلب عبارة شو complex progressive disorder in which the heart is unable to pump sufficient blood باختصار القلب مش قادر أن يضخ كمية دم كافية تتناسب مع احتياجات الجسد تمام 100% طيب في هذه الحالة في هذه الحالة أنت كيف تقدر أنك تعالج القلب أو شو الهدف عندك من علاجك لل-heart failure عندما واحد وأهم علاج اللي هو prevention درها ملقايا خيرا من قنطار العلاج أنت باختصار بدك تستبق الأحداث شايف إنسان عنده بدايات أو عنده أو مرشح أنه ممكن يا سبحان الله يصير مع heart failure مباشرة بتروح تدخل الموضوع تمام مثل prevention هاي بتكون يا أول ما بلش تظهر signs و symptoms على المريض تمام أو بعد ما تظهر بشيء بسيط ويعني دائما في ناس معرضين أكثر من غيرهم تحديدا مثلا اللي عنده ديويتس مرض السكري اللي عنده أصلا ضغط دم أو مثلا الناس اللي عندهم ischemic heart disease هذول كلهم أشخاص مرشحين فعليك إنك تبلش بالpreventive أو prevention الثربي تمام ميون اللي هو اللي هو ديلي أو slow down disease progression شوف علي هذا يا أخوان مختصار إنسان المرض تبعه خلص صعب أن يطيب منه ولكن انت شو تقلق تسوي بدك تطول عمره الافتراضي عمر بيهدي لا قطعا ولكن بدك تطول عمره الافتراضي تمام فشو بتسوي بتبطئ سرعة يعني مشي هذا المرض أوكي ميون مية بتستعمله كثير أدوية ACEI الARBs البيتا بلوكار Spinal Ectone هذا هو الديوريتيكس العدوستيرون Antagonist بك تحفظون ليهم حلوين حلوين كثير الآن الطريقة الأخيرة خلص إنسان وصل للهارد فيدير وقاعد بودع بدك تخليه يعيش حياة حلوة تمام حكينا أصلا عنها سابقا بال بالكانسر اللي هي الاليفييت سمتم تمام تمام هي عبارة عن symptomatic treatment انت بتعالج الأعراض تمام عشان البيشن تعيش مرتاح تحفظوهم برضو بس لا أكثر على الأقل الآن المرضى الثاني الأسكيميك heart disease بالنسبة للأسكيميك heart disease جماعة الخير حسا اللي بيصير باختصار إنه أسكيميك heart disease يعني نقصر ويعني بياختصار القلب مش قاعد بوصل لدم كفاية وبشكل آخر القلب يا جماعة الخير مش قاعد بوصل أيضا أكسجين كفاية تمام لو صفلنا فيها شوي شو ما أن القلب مش قاعد بوصل لدم كفاية معناها إنه الأوعية الدموية اللي بتغذي القلب عشان يقوم بعمله مش شغاله صح ومين الأوعية الدموية اللي بتغذي الدم الكوروناري آرتيز الشريان التاج تمام فالشريان التاج إذا صل تسكير تمام بهذه الحالة هذا الإنسان قد يتعرض إلى السؤال المهم ما هي أهم الكوز للسكيميك سلامتك عزيزي خثر تمام بتكون عبارة عن كل من من صفاية الدموية من الثرومبن من الليبيد إلى آخر كلها تنتج دمار أو تسكير بالكوروناري آرتري ما ينتج عنه ألتيمتلي الإسكيميك هارت ديزيز طيب شو الهدف من العلاج عندك واحد السالفج ثرابي تمام تمام اللي هو باختصائق وانتروح على الكوز الرئيسي لا الله صامت للمرض أو اللي هو بيكون غالبا وبتروح تعالجه تمام 100 من 100 أهم الطرق هاي اللي تدروا تحفظون إياها اللي هي الكوروناري آرتري الشريان التاجي عشان يقدر يوصل بشكل أكبر الترومبوليتكس أو الأنتي بليتلتس طبيعي جدا بدك تكسر الخطرة الدموية لسكرات الكوروناري آرتري الدياريتكس عشان أنت تقلل البد فوليوم تمام أو أنك تقلل الويركلوت بحيث أنك ما تحمل القلب أكثر مما بتحمل كيف تقدر تقلل الويركلوت تستعمل البيتا بلوكرز تستعمل برضو من أهداف العلاج اللي أنت بتعمله أنك تعمل البرفنشن للأساس أو يكون طاب وبدك تمنع الريكانز حلوين حلوين كثير فيها مشكلة بدأت هذا الآن بعد ما أنت تيجي تحاول أنك تعالج الاندركوز القلب ممكن بسبب الإسكيم يتعرض إلى ضرر فأنت بيكون عندك هنا خوف كثير كبير من أنه يتحول هذا المرض أو هذا الاسكيميك هارت ديزيز إلى هارت فيلير الاندركوز اللي حكينا عنه هون تمام 100% الآن ننتقل إلى الهايبرتنشن اللي هو أكثر واحد منتشر وأكثر واحد من رأينا قبل هيك اللي هو ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الآن الضغط ليش يرتفع يا جماعة الخير الوركلود ليش ممكن يرتفع يا أما ارتفع عند الكارديك أوتبوت يا أما ارتفع عند البي في آر تمام فأنت بدك تدولي على طرق تقلل الكارديك أوت وتقلل البي في آر بس قبل خلقنا نعرف زي تعريف سريع على هايبرتنشن عبارة عن ارتفاع انكليز ان سيستم كبلاد برشر تمام وهو عبارة عن يعني زي مقدم إلى أمرات كثيرة أخرى زي مثلا على رأس الهارت فيلير تمام 100% الآن زي ما اتفقنا احنا اتفقنا انه البلاد برشر يساوي الكارديك أوت من بضروب البي في آر في منطق أنا عندي زيادة بال بي بي بال بلد برشر فيا ما بدك تقلل الكارديك أوتبوت يا ما بدك تقلل البي في آر طيب كيف بتكذب تقلل الكارديك أوتبوت سلامتك عزيزي بدك تجيب أشياء ضد البراسي مباتاتيك أعفو مشارك سريع واحدة من أهم الأشياء بدك تتجنبها انك تستعمل البراسي مباتاتيك نفس سيم أغنست مع أنه هذا كويس تراب بيقلل البريلود ولكن للأسف سايدة فيكت سبعته كثير كبير بيأثر على أشياء ثانية غير القلب فحط لي يا عجل خلينا نركز بالأشياء الأهم زي مثلا عندي أنا البيتا واني بلوكرز اللي شوفنا شو بتسوي هذه سلامتك عزيزي بتقلل الكالسيوم بتقلل كونتراكتيريتي مثلا الكالسيوم تشنل البلوكرز هاي نفس مبدأ البيتا بلوكرز بشكله بآخر تمام الديورتكس الهدف من الديورتكس انك تقلل البلد فوليوم من الأساس ولما انت تيجي تقلل البلد فوليوم من الأساس الديورتكس يوم مندرات البولي بتقلل انت بهذا الحال البريلود ولما تقلل البريلود راح يقلل عندك الكارديك اوتبوت تمام ويعرفوا لي كثير ايش كثير مهم اذا ايجاتك كيس بالامتحان ومحتوط فيها هايبرتنشن بلاس اديما ما تفكرش باشي غير الديورتكس تمام الان هذه في حال كنت بدي اعالج وبدي اقلل الكارديك اوتبوت طيب على الطرف الآخر انا عندي طريقة ثانية اللي هي البي في ار اني اقلل البي في ار كيف بدي اقلل البي في ار واحد بتجيب لي الفة وان بلوكر الفة وان بلوكر تمام مية بالمية الهم نتيجة الشغل تباحهم حتى هي ادي الى الفيزو ديليشن ليش لانه انت في هذه الحالة هتمنع الكالسون تشتغل صلى الله وبرك تمام عند خيار اخر كفير مهم اللي هو الرينين انجو تنسل الانجو تنسل انجو تنسل انجو تنسل تمام فانت تجيب ادوية بتشتغلي ضد الرا لما تمنعهم بيقلل بالفيزو كونستركشن بس يقل عندي الفيزو كونستركشن بيقل عندي البي في آر فانا ايش بوصل الهدف اللي بديه فزي ما تشايفين هون بيعمل لي بلوكيج للانجو تنسن تو بالتالي بمنع الفيزو كونستركشن تمام يا جماعة مية واتفقنا انه انا عندي من اهم اسملابه اصلا المرض او الهايبرتنشن هو عبارة عن مشكلة بالفاسكولار ريمودلينج تمام مش بخير الاكتيفيشن الالفون ريسبتر اللي حكي انها فوق وانا هذه عبارة عن ثيوري طلعت غلط وانا راجعناها وطلعنا الصح حكي مش كثير مهم يعني شوية متقدم اخر ما تبقى عندي من هذه المحاضرة عبارة جزئية فقط صراحة مش عارف ممكن يجعلها اسره او مجلست مش عارف قد ما انا بقول لك يعني منطقيا ان شاء الله ما بيجيش عليه اشي الاو هي ال EBM وعلاقته وعلاقتهم بانك توصل لأحسن علاج ممكن خلال بيكون اختصار شوف علي لو لاحظتوا فوق بس حكينا عن انه احنا نستعمل للهايبرتنشن الفوان بلوكر وبييتا وان بلوكر وقلنا احنا كنا نفكرين السبب الاساسي انه الهايبرتنشن هو السبب الرئيس واخن تبين� wraps بشيشه السبب طيب ليش كنا نستعمل وظلنا نستعمل للهايبرتنشن تواجدوا دوكر والبييتا وان بلوكر وإنما نطلع على فعالية الدواء اللي استعملنا فعاليته فإذا بالغلط الدكتور استعمل دواء على مريض واشتغل خلاص بستعمله غض النظر عنه إيش تاني وإذا مثلا استعملنا دواء معين على كمية كبيرة من البشر وزلطت محهم خلاص نكمل محهم ليش نلغي إشي زابط وما في عليها مشاكل صح ولا لا ونفس النبدة كمان زي ما حكنا سابقا في عالم فلما أنت تيجي تجرب دواء كلينكلي ويشتغل فلازم بشكل أو بآخر يكون شغال ثيرة الكلي تمام ممكن الثيرة أنت مش قدرت توصلها ولكن إلا ما يكون في ثيرة معينة توضح للشتغل ما رح يشتغل بالصدف ما رح يشتغل بدون ما يكون في عندك أساس علمي لهذا الموضوع تمام تمام وعلى سيرة الأساس العلمي فهنا تكمن فائدة الإفيدنس بيزد ميدسن إخوانا إحنا مش كل إشي بالدنيا بنعرفه تمام ومرات بدون بدون الإي بي أم بدون التسلسل المنهجي اللي بعطيني إيا الإي بي أم ما بقدر أوصل لبعض الحلول تمام فعلى سبيل المثال الهايبرتنشن الهايبرتنشن إخوانا إحنا نعرفش الباثولوجي تابعة الهايبرتنشن لكل إنسان على حذر تمام ما بنعرفه واصلا ما بنعرف كل شيء عن الهايبرتنشن ولكن في نفس الوقت وبسبب الإي بي أم وبسبب تجربتنا لعدة أدوية على كثير ناس ونضبط هذه الأدوية على كثير ناس فحنا خلص بسببتنا نفس الدواء وجربناه على بشر ثاني والضبط خلص تابعنا كملنا معه أنا ليش أروح أتاعي بحالي بكلينيكل تريلز جديدة على أشخاص معين عشان أفهم المرض كيف شغاله على كل شخص صراحي ما في داعي فبيكون اختصار الـ إي بي أم بستعمل بهذه الحالة وبستفيد منه بشكل كثير كبير بهذه الحالة تمام يا جماعة زي ما أحكيت لكم أهم ما يمكن أن يتم حفظه هو الأزرق الموجود مكتوب محطوط هون وأعتقد واضح على شو الجاية الأسئلة فإن شاء الله الأمور سليمة رسالة واستفسار لا تتواصل معنا نرقا لكم على خير السلام عليكم